وزيد الكن من الشاب الله يبارك على الثلاثية التعسل حجاني يعني الويحة والمسيحة والصبيحة تن تخرج الويحة عندها لغز ومعنى كبير يازر يعني اذاك العلم هكتوفوا نحن صباح حد من النوض وروح نبدو نقرأه او الشباب اللي صغار ما عندهم الخدمة ولو عندهم القرية روح تقرأ روح عمر روح زين ومبعد يكبر يقول لي راجع شوي هذاك يقول لي مسؤول حتى هو معانا ومسؤول في العائلة ومسؤول يروح يخدم يروح يبدأ يعرك هكا يجيب القوت حتى هو يشارك يشارك العائلة ساعة ومبعد يشارك في العائلة العائلة والعائلة العائلة تولي مجتمعك كل مع بعضها يتشاركوا كل في العمل باش يوكلوا ساعة وكلوا الناس وقض ضيف ويقرب ضيف وكذا وإلى آخرين ومعا تكون العائلة كل مستدها يبني داري يتويزع الناس كل تعاون بعضها يجي فرح الناس كل تلمد يعني يعني يتعاون توقف طابلة واللي طيبوا كل واحد هكا وحد يقصد وحد يمدع وحد يقرأ قرآن هو عمل لني كل هذا يتكون له بالشباب وهذاك وهنا تشوف العمل كيفاش قوي وعندنا السباحة 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 هي الروح هي وجداننا نحن مع بعض مع بعض كل واحد بعد ما يعرق النهار كامل يروح يدخل داره ويتوضع ويصلي سلاته ويتعبد الله سبحانه وتعالى جيه السكينة وجيه الراحة حتى النهار كامل هو يتعب النهار كامل يعرق وبعد يتوضع يتطهر وبعد يتوجه لله وهذا من جيه السكينة ويسمع الأولاده وكل ما يدور بحوله يرقع وكل ما يلزم ويحضر روحه الغدوة والغدوة اللي بيناء جديد يعود يزيد يزكي إذن الإنسان منى في حياته أو ما كرحتي لازم الحويج كل يديرها في وقت واحدة ثلاث حويجات لازم يتعلم واحد يتعلم القرآن واحد يقع نحن إنسان يعطي له فكرة مليحة باش يزيد يسقم روحه يعود يسقم طريقته يعني باش ينطلق في العمل يعني هذا علم العلم كيفيه الحويج كله يعني الدنيا كامل ومبعد يروح يخدم من روحه يروح يخدم يعاون الناس يوقف عن الناس يجاهد مع الناس وهذه تعبى والراحة هي في العبادة كي يزعى الرب يلقى روحه أدى واجبه مع ربي وأدى واجبه مع الأهل ومع ذلك يحمد ربي يشكره ويلقى نطمئنان ويلقى الراحة والناس كل تمشي تتهز إذن هذه الثلاثية هذه أي موجودة مع الإنسان في كل حين في كل وقت نجم نشوفه الوقت صغير روح يقرأ من بعد يروح يقرأ من بعد ذكا ونجد العبادة تعو ونجم نمثلها لكم يعني مش يعني مش تحدي فيها أندار كي تبني ذا ياخي حجر وحديد وحطب مثلا ولا حاجة لو كما ندلهاش سيمة وتخلطها مع شوي مغلي وتلبسها يعني لالاك مش تنجم تربطها وتنجم دوق العرصة ومن فوق العرصة تنجم تبني الضالة والضالة تزيدي تبني فيها فوق لو كما كان السيمة ما تنجم تدير هالدار محال ولهذا العبادة هي هذه كشوية السيمة اللي يزيدها وهي اللي يتلصق وهي تتمتن وهي اللي يتوقم وهي اللي يتقوم يعني للإنسان ولهذا العبادة لله في قراءة القرآن في الصلوات في الجلوات في التسبيح في الحواج كل هذه هي رأي ترب بالإنسان وتعطيه وتعطيه القوة وتعطيه من يتحمل على واش رح يجيه وهذه رحمة الله صبح الله وتعالى لو كان يشوف روح الواحد واش قاعد يدير في عياته لو كان يضرب الحساب يقول ما ينا واش راني الدي واش ربي وعطانا الوسيلة الرطبة لهشوشة اللي مش نبنو بيها الإنسان كل الله لاحظ وجه ياش حلال وكان نبدأ معاش بطل وذور كان ولك الوجوه النير هذه يعني رأي موجودة هذه لتسمح له يبقى معاكم ويتحلى حتى في النظرة والجلسة معاكم وهذه هي الجلسة عبادية مهما كاسبات شيت ولا ماشيتوش هذه العبادة بحد ذاتها لهذا لازم نغتنبوا الفرص في وجودنا بش تفكروا بعضان بعضها السناء أنا شفنا فلان وفلان وفلان لعم نفات وما جاش ولا يسان جوفانا ربي يرحمك ما طالب صغير راه يرحم وإنش الله كان يطلع الناس كله الناس كل يسكن مع الروج هذا نتفكروه ودعونه دعوة خير إن شاء الله على الأقل يتفكر ويزيد يزكينا إن شاء الله وعاود يكملنا المشوار اللي كنا بهاه والقصايد والأمداح وهذه كان حتى ترطبنا ثاني وزيد ترصقنا بعض بعض